اقتربت ساعة الصفر من انطلاق أكبر حدث رياضي وهو أولمبياد باريس طبعاً أنا عايز أقول لكم باريس بتستعد بشكل كبير جداً وطبعاً ده حيبدأ يوم 26 يوليو في الشهر طبعاً الجاري ده وطبعاً مصر حاضرة وبقوة في هذا الحدث الرياضي الكبير في مختلف الألعاب الفردية والجماعية بتشارك مصر للمرة 22 في تاريخ في الأولمبياد بصوا التواريخ بتقول ايه يعني مصر موجودة الحقيقة شاركت في دورة الأولمبياد في أول نسخة لها وده كان في ستوك هولم سنة 1912 يعني شوفوا احنا موجودين في المجال الرياضي العالمي من 1912 مصر بتشارك بأكبر بعثة في تاريخها بأولمبياد باريس ب149 لاعب ولعبة منهم 16 لاعب كمان احتياطي وايضاً في يعني عدد من اللعيبة المختلفين من السيدات والرجال في 24 لعبة أولمبيئية منهم أربع لعبات جماعية كرة القدم كرة اليد الطائرة بالإضافة إلى كرة الطائرة الشاطئية سيدات فيه كمان لعبة السلاح وهي من أكبر لعبة فردية مصرية موجودة ممثلة في الأولمبياد ب16 لاعب ولعبة بالإضافة إلى خمس لاعبين احتياطي بيوجد مع بعثة مصر حوالي خمس لاعبين حصلوا على مدليات أولمبية سابقة وهم علاء أبو القاسم وأحمد الجندي سيف عيسى سارة سمير ومحمد إبراهيم كيشو طبعاً دول يعني الحقيقة حاجة جميلة جداً وحاجة مشرفة السور اللي انتوا بتشوفوها على الشاشة وممكن طبعاً مخرجنا عمري يورينا تاني السور دي صورة السباحة التوقعية بنات حاجة كده زي الفرشات حاجة مشرفة أنا كمان مش بس عايزة علق على الطاقة الحلوة اللي موجودة في الإحساس بالرياضة أنا بعلق على الزي الزي الأبيض والزي ده لمصمم مصري معروف ويعني مركة معروفة جداً وده بيفكرنا بموضوع اللي كنا بنتكلم فيه من شوية وهي توطين الصناعة نقدر صدقوني قربوا لنا حاجة قريبة كلوزة بكده ده طبعاً البعثة كلها بص حاجة مشرفة أبيض ولكن صورة البنات يمكن البدلة بين الولاد برضو ليهم زي شايف يعني حاجة بسيطة جداً فيها عالم مصر فيها عالم يعني شكل الأولمبياد حاجة يعني مشرفة وحاجة راقية وبتقول يلا يعني احنا نقدر نصمم ما نصمم هدوبنا بقى ونلبس ويجيلنا بقى التصميم الرائع ده مدام بهذه البساطة ان شاء الله يقدروا يعملوا حاجة مشرفة ونقدر بجد ان احنا كمان نتابع والأولمبياد ممتعة يعني يمكن طبعاً احنا بنتكلم دايماً على كرة القدم بتصدقوني فرصة الأولمبياد انك بتتابع لعبات كتير مختلفة وكلها أحلى من بعض وعندك وقت طويل وايام طويلة خصوصاً في الصيف انك تتفرج على الرياضة وفرصة كمان انه الشباب يتابعوا ويتفرجوا على الرياضة طيب ده الجانب الإيجابي الحلو الجميل اللي احنا ان شاء الله بنتمنىه وان شاء الله نشوف يعني البعثة المصرية المشكلة من فرق ولعبين مشرفة بإذن الله فيه بقى موضوع تاني الحقيقة شاغل الشارع الرياضي المصري وهو مشاركة شهد سعيد لعبة المنتخب الوطني للدراجات حيث تستعد اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس لحسب مصير مشاركة شهد سعيد كلاعبة للمنتخب المصري للدراجات في أولمبيات باريس 20-24 المهندس ياسر إدريس قال انه في لجنة تقرر تشكيل لجنة لبحث تلك الأزمة برئاسة أحد أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية وعضوية كلهم من عضو قضائي وأحد أعضاء لجنة الشؤون القانونية باللجنة الأولمبية وحيتم كمان تشكيل لجنة تظلمات تضم في عضوياتها عدد من أعضاء لجنة الشؤون القانونية باللجنة